أعلن النائب المستغيل رياض العدساني قبل وتحدي النائب عبدالله الطريجي حول الإيداعات المليونية مؤكدا ثقته في نفسه ومعربا عن استعداده لإجراء مناظرة معه لكشف الحقيقة والسبيان الصادق من المضلل العدساني دعا للطريجي إلى اختيار مكان المناظرة وزمانها وإلى عدم التراجع العدساني نفى كذلك في وقت سابق أيضا ما ذكره رئيس لجنة الإيداعات والتحويلات المليونية عبدالله الطريجي من عدم وجود تقرير جاهز بلجنة الإيداعات مشيرا لأن هناك تقرير أمن الدولة الموتق بمحضر اللجنة وتسجيلها الصوتي وبه أسماء النواب المتضخمة حساباتهم